السلام عليكم حباباتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير والصحة في طوركم وصحة رمضانكم ان شاء الله تكونوا كامل كامل ملاح مرحبا بكم في قناتكم سينا بابيون يوم رح نشاركم طاولتي لافطار اه من ايام يوم من ايام رمضان اه كما رحكم تشوفوا نبدو بسم الله كما العادة دايما شربة بتيشت المرمز كما العادة ما تخطيناش كامل ما تطعب له اه عندي هنا ديك خوكات تاع البطاطا اه محشين بالجبن هنا اه قدمتهم مع اه صلصة او كريمة اه مزيج بين اه كريمة الطبخ اه لك خمخيش عفوا كريمة الطبخ الخاصة بالطبخ اه وخفقتها مع اه جبن طازج وزيت لها بعض اه القليل من الكاتشوب وهنا هذا عندي زيتون ولكن زيتون مشي اللي يتباع في المحلات هذا زيتون مخدوم في البيت اه 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 نهرسوه هكذا بالحجرة الكل حبه نهرسوها بالحجرة ولما اي طيب ويوجد وقته نديروه في الماء وكل مرة نبدلولوه الماء اه حتى تروح له هذيك المرورية لما تروح له هذيك المرورية اه ننزعو النواة منو ونغلوه غليا ونطيبوها عادي كما الزيتون العادي انا ظلوك نوري لكم حبه شوفو كيفاش يجي داير مهرس وهنا هذي سلاطة اه تخيار وبصل وطماطم وهذا اه دي مني كواسون بالعجين المورق وهذا اه الدجاج اللي طاب مع الزيتون حمرت اه في المقلات كما راكم تشوفوه هذه الطاولة التاعي اه ان شاء الله تنال اعجابكم تقدروا تستفادوا منها كطاولة لفطور رمضان او كطاولة للضيوف دمتم في رعاية الله وحبكم السلام